وما ستدخل مرحلة جديدة وسوف يتوسع النشاط العسكري في المنطقة محتمل وهناك تحضيرات كبيرة من ذلك وأولاك الذين يبحثون عن الحرب عليهم أن يوقفوا مجازر الأطفال والنساء وأيضا ندعو جميع الدول الإسلامية في العالم أن يقوموا لقاف الحرب أن يضغطوا باتجاه أن يفتتاح معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم لرسال الأدوية والغذاء والوقود إلى غزة ومواجهة النزوح الإجباري في غزة وظيفة الغربية في بعض الوثائق التي جاءت في عمليات طفان الأقصى من قبل المقاومة عرضت وتمل استيلاء عليها بعض أجهزة الحاسوب التي قام رجال المقاومة بضبطها وإحضارها أن الكيان الصيوني يبحث ويسعى إلى أن يقوم بتهجير أهالي غزة إلى أقسام من مصر وأيضا القسم الآخر إلى الأردن نحن نتمنى أن الإخوة في مصر أن يقوموا بفتح معبر رفح بشكل فوري وجدي ويمنع تحقيق هذه المؤامرة الصيونية ضد سيادة الأردن ومصر وأيضا أريد أن أؤكد أيضا أن تشكيل المحكمة العسكرية ومحاكمة الجنات الصهاينة هو مطلب شعبي وعالمي ولأن هناك دعاوة مقدمة من بعض الدول للمحاكمة الدولية ضد الكيان الصهيوني منها الجمهورية الإسلامية وبالتنسيق مع عدد من الدول تم القيام بهذه الخطوة ونتمنى أن نشهد محاكمة الجنات الصهاينة على جرائمهم جرائم الحرب التي اقترفوها في الخمسين يوما الماضية والتي بلغ ضحاياه ستة عشر ألف شهيد في غزة وظيفة الغربية من المدنيين من النساء والأطفال مرة أخرى الجهود البناء لزميلي ونظيري سيد بور سعيدي وزير الخرجية العماني في هذه المسألة أشكره شكرا جزيلا الجمهورية الإسلامية لا تبحث أبدا عن توسيع رقعة الحرب ولا تسعى أبدا للتوتر في المنطقة لكنها وفيما يتعلق بالذين يشعلون فتنة الحرب في المنطقة ويبحثون عن التطهير العرق في غزة والظيفة الغربية فإنها تقدم التحذير بشكل جاد الآن وما دامت الفرصة متوفرة إن أمريكا والكيان الصهيوني عليهم أن يوقفوا جرائمهم في غزة وظيفة الغربية شكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا أخي معاني الوزير دكتور حسين أمير عبد الهيان وزير الخارجية على حسن استقبالكم المعهود لنا والوفد المرافق وكروات والتعاون الثنائي بين البلدين وأيضا التشاور حول التطورات الإقليمية والدولية العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا شك أنها تنمو بوتيرة جيدة وتنمو في مختلف المجالات وعلى أسس قوية أسس حسن الجوار والثقة المتبادلة والقيم الأخوية والدينية السمحة التي تجمع البلدين وبما يعود بطبيعة الحال بالمنافع المتبادلة علينا وعلى البلدين والشعبين الشقيقين والصديقين كما ذكرتم معالي الوزير ستعقد الدورة العشرين لللجنة المشتركة بين البلدين هنا في طهران وقد شهدنا بالفعل في الآونة الأخيرة تطورات إيجابية في التعاون الثنائي في مجالات عدة في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية وفي مجال الثقافة والتعليم ونتطلع دائما إلى مستقبل أكثر ازدهارا للعلاقات خاصة في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة وفي مجال الأمن الغذائي الأمن المائي في مجال الرعاية الصحية والدوائية نحن متفائلين جدا بفضل التوجيهات القيادة في كل البلدين لمتابعة هذه الملفات للتعاون وستشهد إن شاء الله المرحلة المقبلة مزيد من النمو في التبادل التجاري والثقافي والاقتصادي نحن نؤمن بأهمية التشاور المستمر والبناء بين البلدين كوسيلة من الوسائل تعزيز التفاهم المتبادل لمواجهة مجمل التحديات في المنطقة والتحديات العالمية بشكل عام كما تفضل معالي الوزير بحثنا مستجدات الأوضاع المأساوية في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة واستمرار العمليات العسكرية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف المدنيين وتستهدف المرافق العامة والمستشيات والمدارس ونحن ندين ونستمر في استنكار وإدانة هذا العدوان الغاشم وخصوصا استئنافه بعد فترة الهدنة القصيرة التي شهدناها كما نود أن نغتنم الفرصة للتجديد التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته النفيسة التي يقدمها وصلواتنا للشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون لقد أكدنا على مواصلة كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية مع تكثيف تكثيف مطالبتنا للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لوقف هذه الحرب واستعادة السلم والأمن والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية ويغاثة السكان بكافة احتياجاتهم المعيشية والعلاجية الأزمة هذه تتطلب جهود دولية متواصلة ومتظافرة ونحن في سلطنة عمان نؤكد على أهمية هذا الحراك الهادف في آخر المطاف إلى أحلال السلام والاستقرار وفي هذا السياق نتطلع إلى استمرار العمل بشكل وثيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبقية الدول الشقيقة والصديقة والأطراف الإقليمية الأخرى لتطويق الأزمة وتوجيه أنظار العالم لمعالجة أسبابها الكامنة في الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للأراضي الفلسطينية والعربية فلا يمكن على الإطلاق لا يمكن على الإطلاق تحقيق الأمن والاستقرار إلا بإنهاء هذا الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وكل ذلك من أجل تحقيق العدالة وما يمليه الضمير الإنساني وكافة القيم والأخلاق الدينية والإنسانية شكراً معاني الوزير مرة أخرى على استضافتكم لنا هذا المساء وشكراً للأخوة والأخوات من الإعلام من الإعلاميين المتواجدين